ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير والأخبار بالتلفزيون الوطني أعد زميل محمود موسى الفيل ورقة حول الشهادة الثانوية ومدى استعداد وجاهزية الطلاب لخوض الامتحانات إن شهادة التعليم الثانوي هي التي تعرف بالباكلوريا وهي التي تسمح للطالب أن يلتحق بالمرهلة الجامعية لمواصلة مشواره العلمي في التعليم العالي وفي هذا الإطار نلاحظ إن بعض التلاميذ يبذلون جهدا كبيرا من أجل أن تسجل أسماؤهم في قائمة الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية حيث نجدهم يقضون كل أوقاتهم في المزاكنة الجماعية مع أصدقائهم لحلول ومراجعة المواضيع التي تم تناولها أصناء الحصص في المدرسة ويركزون عليها تركزا شديدا دون اللجوء إلى الإشاعات التي تدور في زهن بعض منهم وأن اهتمامهم هذا لا ينحصر على المراجعة الجماعية فحسب بل نجد بعضهم يذهبون إلى المكتبات العلمية للإطلاع أكثر إضافة إلى زخيرتهم العلمية إلى جانب إحاطتهم ببعض المستجدات مما تمكنهم في استيعاب المواضيع بطريقة جيدة يذكر أن ممتحني بكلورية هذا العام بذلوا كل ما بوسعهم رغم أن بداية العام الدراسي كانت متأخرة وبجهود من الحكومة الرامية إلى تحقيق الهداف المنشدة في البلاد أصبح لممتحني هذا العام حظا كبيرا لتجنب السنة البيضاء وبالفعل قد استعنفت الدراسة بشكل جيد إلى يومنا هذا حظا سعيدا لجميع الممتحنين في مختلف الأقسام الأدبية والعلمية والفنية هكذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله